السلام عليكم الأخوات كدير الله بس عليكم زيانين أموركم هانية أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة إن شاء الله مع فيديو جديد ونهار جديد ونتمنى هذا الفيديو هذا إينا الإعجاب ديالكم ونبدأ معكم البنات للفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي مهما البنات صليوا عليه تنتوما ولكم الأجر مهما البنات غدي نبدأ معكم إن شاء الله بإذن الله الفطار ديالي غدي نشارك معكم الصوبة واللاصوب اللي بالخوضر صراحة أنا باقي أحما شربت الحريرة ومهما غدي نساوب معكم دابا لاصوب بإذن الله الحريرة لبنات محمد صافي ما قلية ما غديش يشربها صافي قلت علاش الله يعني ندير الصوبة يعني نشربوها كاملين ولا رشقات لي رشقات لي غدي نديرها بوحدة وندير له إن شاء الله صوبة دياله بوحدة صافيات شيكينا البنات ودابا البنات صراحة كان منطي معكم وأنا صايمة لا سمعتوني قلت شي حاجة مشي يادي كلها دي ولا غلط في شي حاجة لا عدروني مهم البنات لي هوم واحد الحرارة عندنا منقول شليكو في بنيترا حرارة ديالة بسطح بحل شهر تمانية مهم كنت في الدار الداخل وكان صبا بحل هكا الحويجات ديالي وفاش خرجت كان مشي طلعت للسطح باش نشر عرفشي ضربتني واحد الحرارة منقول شليكو انا يعني حيث ما خرجت نهار كامل وفاش خرجت عرفشي واحد الحرارة منقول شليكو مهم صافي عندهم البنات درت واحد شوية ديال صدر ديال 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 الجاج باش هكا تكون الخضرة ديال الديدة وزوينة والبصلة ودرت خزو ودرت بطاطا ودرت واحد الكورجيتة صغيرة ودرت العطري يعني الكوركم الزنجبيل الفلفل اسود ودرت واحد القرعة القرعة بدنات القرعة حمرة ودرت القرعة أرطيلية أرطيلية رأكا تكون بحلقة الأورنج صافي غادي نبقى نقلب فيهم بحلقة تتحلية البصلة وتتحلية ديالك ودرت يعني واحد الماطيشة درت ماطيشة ودرت بصيلة ودرت الخزو بتاطا وحدة وهنا غادي ندوز معكم البنات باش نصاب معكم إن شاء الله بإذن الله البيتزا من جوج أنواع لبيتزا غادي نشارك معكم ونتمنى تنال إعجاب ديالكم بنسب لابطة البنات ديالبيتزا ركا الجلدي دا بزا فقط شيشة ونتمنى إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم هنا البناتزا كنت بغا نشارك معكم واحد البريوش هذا ما صورتوش لكم ما عارش كترة ما صورتوش لكم مهم ما ما تصور لقع لقطة إن شاء الله بيؤدي لها بنشارك معكم هنا البناتز بالنسب الله اللاصوس هو اللوول سنأخذ البصلة سنشحرها مع شوية ديال الملحة وشوية الفلفل أسود ونزيد عليها لدان دلي عندكم تومة سنجعل البصلة يتحر مزيان مزيان وبالنسب لابطة البناتزا البناتز ركا ندير فيها واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة ومعلقة صغيرة ديال سنيدة ولملحة بالطوق والزيت الزيت البناتز ركا ندير زيت البلدية وزيت المائدة نخلطهم ونرمل هذا الطحين مزيان مزيان تدخل في هذا الزيت ومن بعد نجمع بالماء وندلك لابطة البيتزا ركا ندلك ها مزيان مزيان وصفوك تخلي تخمر بالنسب الحوش حفو بالنسب الحوش للبنات ركا ندير فيها يعني في الفلانت وما درت في الفلانت وعوار ولا هنا البنات أنا رم ما غادش ندير ها بلا دند هنا غادش نضيف غير غادش لبنات المشاتلية غادش نضيف بنسب الآن شنو غادش نضيف هاد لاصوس هاد البنات عندي في غير الطون بالنسب لها نضيف هنا المشاتل التي قلت لكم وغاد نضيف الزعتر صافي ونضيف ماتش ديال بيزا وخا أنا ما عجبتني ما عجبتني شهد الماتش اللي خذيش من بيم حالته حالة أول مرة غاد نصدق يعني كانت تصدق لي كان ناخد من عندهم صراحة زوين هذا حالته خيبة بواحد يعني واحد المنظر صافي داكش علاج زد داكش علاج زد البنات ما طيش هدي اللحك أنا غاد نضيف الحوت ولا الطون يعني الطون اللي كمتوا ما ضيف وان عندي خذيت زايد ودرت وفت اللاجة وكا كن أخد منه وكن طيب منه صافي غاد نبق نفرت تفي بحلاك مهم الأخوات نفرت هذا وغادي ندوز إن شاء الله باش ندير اللاصص ديال فوق لابا ديال بيزا ولابا ديال بيزا البنات سرى كنت لقى في شوية ديال فينو ولا شوية ديال ديال سميدة سميدة رقيقة صافي وكن تلقى مزيان وكن ندهن اللاطة ديال بشوية ديال الزيت وكن نحط فوق منها لابا ديال بيزا باش ما تلصق لكم لكن عندكم الطاوة كتلصق هذه نحرك في هذا اللاصص هذه لاصص هذه البنات أنا بعد المرات كنت لعب حلاك وبعد المرات كنت ندير كل حاجة بوحدة يعني كل شي ما يعني كنت غير لاصص أما الخضراء ندير فوق منها كخضراء صاف أنتم العصوص النواج دا وقد انشاء الله دا باش نشوف البيتزا ديال البيتزا ديال ترتع لها تشكل هذه ميني بيتزا صراحة كتجي جوين بزاف و هنا في اللحظة هذه البنات كان البوطة البنات تنوقع ليا البوطة البنات تسالت ليا على البيتزا وتطفى عليها الفران وعرفت هيجات هذه جات البيتزا الشوية قاصحة يعني لا تطفت لكم على البيتزا رأى البيتزا تخسر لكم في الفران وهنا هذه الحسوية لبنات تجي عليها تشكل هذا ولا الصوبة هذا كسدر جراحيته و فرتدته هنا البيتزا لها البنات تجي شي شاب زاف تجي مقرملة و نتمنى لكم هذا هو الفطور لك قبل علي هنا البنات هذه البيتزا الميني بيتزا و الخط تطفع لها الفران ولت شوية قاصحة لكن ماشية غير مجنب اللي قاصة مهم نتمنى تنال اعجاب لكم اما هي صراحة رطب رطبة مهم نتمنى ان شاء الله تنال اعجاب لكم لا تنسوا اختيكم اللايكات والاشتراك لكم هنا الحسوة لها هي والشوربة صراحة جلديدة بالخضرة غنية بالخضر و نتمنى تنال اعجاب لكم غير جربوها صراحة في اللول انا لم تتعجبني صب البنتين لم تتعجبني ولكن هذه صراحة عجباتهم الدرارية ولا هذه عجباتهم و تم محمد عجبات وصراحة جتبنينا وجتغزاء مهم وهذا وفطورنا وانتمنى ان شاء الله ينال اعجاب لكم اللهم ديم هذه النعمة وحفظ ميلا الزوال وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله